كبهة رمضان كبهة رمضان كبهة رمضان الفرزنة سره لم تتشقق معي لم تتجمد سره لم تتشقق معي السره حافظة الطعام احفظة الطعام وتحفظت الزيت زيت الزيتون شمع ايدي بالزيت واعمل القرص شفتو كيف شمعتهم بالزيت هلا هيك لما انتو شمعتوهم بالزيت ما عاد يشقق معكم لما بتطالعو وحموا الزيت بتلاقوه صار جاهز هيك شفو كيف حموا الزيت طبعا كيف زيت الكبه بدا يكون زيت الكبه غدير يغمر القرص بالكامل بده يطلق مغمور وبتحطوه لما بيحمل زيت كتير النار قوية جدا عليه يكون حامي اذا حطيتو زيت مو حامي بفلقوا معكم وتاني شي لا تكترو قطعتين ثلاثة لان بكونوا مجمدين صح ولا لا فلما بكونوا مجمدين معكم انتو لازم اتراعوهم ولازم تحطوا قطعتين ثلاثة لحتى ما يبرد الزيت معكم هاي من هم نقطة من اسراره ثالث نقطة فترغولوهم بالفريزة هيق قسم بحيث لا ينحط فوق شي ولا خطوص لما بكونوا هيك للسماء تجمدوا فلازم تعملوهم تحطوهم مكان لبين ما ياخدوا حجم ما يتغير شكله انا بصيروا مشوهين اذا حطيتوا فوق شي ما بقعدوا حلوين طيب لما بطلعنا هون اقولولي يا ام جاهد احنا طلعنا هون الفريزة شبنا نعمل اول ما بتطلعيه بتمسكيها بتشمعيها هيك بالزيت للقطعة وبتحطيها بتقليها هاي السر وبيضل القرص محافظ عنكم وبهذا الشكل ولا بيتغير شكله ولا بيشقق ولا اي شي هاد الكيس احط في انا مقدار عيلتنا قديش بعمل كل قلية بتحطوه بكل قلية بكيس انا بعندي مثلا بدي اعمل عشر قطع بحط عشر قطع بالكيس شوفوا كيف هلا هذا الكيس حطيتله عشر قطع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمية تسعة عشرة خلص بلزق هلا كيسي وما عادي تقرب عليه بشيله وبحطه بالفريزر وبضمن انه خلص متل ما قلتلكم عامل قسم لهي كبة رمضان بطلع كيس كيس قبل المغرب بعشر دقايق بس قبل المغرب بعشر دقايق بتطالعوه وبصيرو تشتغلو فيه بتحموه الزيت الزيت يعني اكبر وقت اكبر وقت بدوه عشر دقايق بهذا الشكل انا اريد صغروا بقى صعب يفتح فيهم الكيس بما انه صاروا زفرين وصاروا فيهم زيت فهلا مجاهر فتح الكيس لحتى نقدر نفتحه ننشيل ونفتحه بهذا الشكل وطبعا انا متعودة شغلي كله حتى بالبيت بعمل بالقوانتي افضل شي ايدي اتزفرت وصعب بالواحد يغسل بالقوانتي كتير بساعدين يعني هلا احاسي حالي انه شلته كتير صعب عليها الشغل القوانتي بيسا ساعدك ما بلزقه كتير بنصحكم فيه انه تعملو شوفوا كيف هاي شمعناهم قبل ما نحطهم بالزيت شيء بسيط ولحشا معلما نطلعون من الفريزة بنفس الوقت حافظ عليهم بهذا الشكل شوفوا كيف كتير نقطة هالزيت بتحافظك على شكله وعلى قوانه وتحفظه بالفريزر ما بيعود يصر له اي شيء ممكن تحطوهن بعلاب قلي بناسبكم اذا عندك حافظة او علدي ممكن انا بقدر بهاي الكياس متعودة عليها وبطالع كل كيس بكيسه قبل المغرب و ان شاء الله اعمل لكم بقناتي كيف للكبة كيف قليناها انا بدي اعملكم هلا بان شاء الله فيديو كيف اعملتو بالإيرفراير بالقلاية الهوائية و بيطلع تحفة ترقبوا ان شاء الله الفيديوهات الجيدة بمطالع كيس من الفريزر و بقلي ادامكم بالقلاية الهوائية وتشوفوا كيف النتيجة شكرا الحبابي للمتابعة و دمتم سالمين و كل عام و انتم بقلب خير و ان شاء الله بنشوفكم بديوهات جديدة و افكار جديدة مع السلامة و هاي حطينا 20 قطع جاهزين لحطوهم بالفريزر